لو وقعت مشكلة أمنية تخص إيران في أي بلد في العالم لا تجد إلا العراق لتحوله إلى ساحة حرب مستغلة غياب السيادة وارتهان الأحزاب النافذة لها وعندما عجز الحرس الثوري عن ترجمة شعارات المقاومة التي يدعيها إلى واقع يستهدف الكيان الصيوني التجأ إلى اختلاق أهداف جديدة في العراق يتهمها بأنها تابعة للموساد ويقصفها كالذي حصل في أربيل رغم أن ضحايا هذا القصف كانوا مدنيين والمتضرر هي المنشآت العراقية القصف الإيراني المتكرر لكردستان العراق أحرج حكومة السوداني التي كثرت التساؤلات حول صمتها حيال القصف الإيراني بينما لا تترك مناسبة إلا وتدين بها الهجمات التركية على مواقع ميليشيا بكاكا المصنفة إرهابيا وأمام هذا الإحراج أصدرت حكومة السوداني بيان إدانة للقصف الإيراني واعتباره انتهاكا لسيادة العراق لكن هذه الإدانة ظلت ضمن حدود التصريحات ولم تعقبها إجراءات حقيقية لمنع تكرار الاعتداءات الإيرانية يقول مراقبون إن إدانة حكومة السوداني للقصف الإيراني مثيرة للسخرية لأن الجميع يعرف بأن الإطار التنسيقي المشكل لحكومة السوداني تابع للنظام الإيراني وجزء من مشروعه التوسعي الصواريخ التي تتغنى بها إيران وتهدد بقدراتها على تدمير تل أبيب خلال دقائق كانت على مدى عقود موجهة فقط لدول المنطقة وبما يخدم الاستثمار الإيراني في القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية